بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان واستخلفه على ما بيده من المال لينتفع به في حياته ويقدم منه ما ينفعه بعد مماته ويستغني به من يرثه من ذوي قراباته الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع سنته ولزم طريقته أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام المواريث ونتناول الآن بيان ونتناول الآن بيان الحقوق المتعلقة بالتركة وهي الحقوق التي يجب تقديمها على الميراث لأنها آكد منه والتركة لغة مصدر بمعنى المفعول أي المتروك من المال وهو ما يخلفه الميت من مال ويشمل ذلك ديته التي تأخذ من قاتله لأنها تدخل في ملكه تقديرا وتشمل أيضا حق الخيار وحق الشفعة وحد القذر وحد القصاص لأنها حقوق للميت فيقوم وارثه مقامه فيها وتشمل التركة أيضا مال الميت من اختصاصات كالمرافق ونحوها ويتعلق بالتركة حقوق مرتبة بالأولوية الأول منها مؤن تجهيز الميت من كفن ووجرة غاسل وحامل وحافر قبر فتقدم مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق ويبدأ بها قبل غيرها من الديون ونحوها كما تقدم حوائج المفلس الضرورية في حال الحياة على غرماء ولأن الذي وقصته راحلته وهو محرم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين أو لا فدل على أن كفنه مقدم على غيره وكذلك بقية مؤن التجهيز ولا بد أن تكون هذه المؤن جارية على الحد المشروع أما المؤن التي تنفق على عادات مبتدعة كأجرة المقرعين الذين يقرؤون على الأموات وتكاليف العزاء والمآتم التي يقيمها المبتدعة في سرادقات وحفلات وتجمعات للأكل والشرب فهذه عادات سيئة وتقاليد مبتدعة يجب منعها ولا يجوز أخذ تكاليفها من تركة الميت لأن ذلك أخذ بغير حق شرعي وربما تضر بالحقوق الواجبة كالديون التي على الميت وكما إذا كان للميت ورثة فقراء أو قصار فأخذ هذه التكاليف البدعية مع كونه بدعة هو ظلم وعدوان على الغير الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة والديون التي في ذمة الميت فيجب المبادرة بقضائها لتخليص الميت منها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والحج والنذور والكفارات أو كانت للآدميين كالقروض وأثمان المبيعات والأجورات وغيرها لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقلع عنه كما جاء في الحديث وجاء في الحديث أيضا ما من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه وتقدم الديون التي فيها رهون على الديون التي ليس فيها رهون وإذا ضاقت التركة عن سداد الديون التي على الميت فإن الغرماء يتحاصون فيها على قدر نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة سواء كانت هذه الديون كلها لله أو كلها للآدميين أو كانت مختلفة بعضها لله وبعضها للآدميين الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل وبشرط أن تكون لغير وارث لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله عن مقدار ما يوصيبه قال الثلث والثلث كثير قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه ولا تجوز الوصية للوارث بشيء قليلا كان أو كثيرا وهي حرام لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا النسائي وقد أجمع العلماء على العمل بمقتلاه لكن لو أجاز الورثة الرشيدون الوصية لأحد من الورثة بعد موت الموصي صحت لأن الحق لهم فإذا سمحوا به فلا بأس وكذلك لو أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث للأجنبي بعد موت الموصي صحت الوصية بذلك لأن الحق لهم والدليل على تقديم الدين على الوصية وعلى الميراث أن الله تعالى لما ذكر الموارث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين وقدم إخراج الدين من التركة على إخراج الوصية منها مع أن الوصية مقدمة في الزكر في الآية الكريمة على الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإخراج الدين قبل الوصية كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ولأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه والواجب مقدم على التبرع وقد أجمع العلماء على تقديم إخراج الدين على إخراج الوصية فإن قيل ما الحكمة إذن في تقديم الوصية بالذكر مع تأخرها في الإخراج فالجواب أن الحكمة والله أعلم حث الوصية على الاهتمام بإخراج الوصية وعلى عدم التساهل بها لأن الوصية تبرع يؤخذ بدون عوض وأما الدين فإنه يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الورثة من إخراج الدين ولأن أداءها مظنة لتفريط الورثة بخلاف الدين فإن الوارس يهتم بإخراجه أكثر ونفسه تطيب به أكثر من الوصية وأيضا فإن جانب الدين أقوى من جانب الوصية لأن الدين له من يطالب به بقوة وهو الغريم بخلاف الوصية فإن المطالب بها ضعيف والله أعلم الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الإرث وهو خلافة عن الميت في المال بحيث ينتقل منه إلى من يتصل به اتصال قرابة أو نكاح أولى فبعد أن تخرج من التركة هذه الحقوق السابقة يوزع الباقي على الورثة بحسب أنصيبائهم الشرعية والإرث له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا بتحققها الأول المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكما الثاني الوارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء حكما أو تقديرا الثالث الحق الموروث وهو التركة والميراث نفع مستمر من الميت بعد وفاته لورثته قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته وقال لسعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفهون الناس وهذا من كمال هذه الشريعة الإسلامية وانتظامها لمصالح العباد وعنايتها بحفظ المال وإيصاله إلى مستحقه حتى تقوم مصالح العباد على العدل والاستقامة والسداد وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر